السلام عليكم يا شباب معكم كابتن احمد الكوري ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن مهارة خلع وارتداء المعدات تحت المية هنبتدي المهارة عن طريق خطوات مرتبة اولا دي الاشارة بتاعت ارتداء وخلع واعادة لبس المعدات رقم واحد بفرغ البي سي دي من الهوى رقم اتنين ببتدي اوسع الستراب بتاع البي سي دي بدخل ايدي الشمال بحيث ان انا ابقى عامل عملية احكام للستراب ببتدي افك الباكلز بمسك الجهة اليمنى من البي سي دي بحيث ابقى عامل عملية احكام وبخرج الايد اليسرى ببتدي اجيب المعدات قدامي وببقى متأكد ان الخرطوم بتاع المرحلة التانية بشكل مناسب عملية الارتداء ببتدي بايدي اليمين وببتدي اميل نحية الشمال بحيث ان انا اعرف الاقي اليد بسهولة ببتدي اقفل الستراب تاني بعمل عملية احكام ببتدي اقفل السكوتش ولو في اي خرطيم بعملها او بخليها محكمة تحت الباكل بزبط الخرطيم وبزبط كل حاجة بحيث ما يبقاش فيه خرطيم متدلية من الغواص شكرا لحضراتكم ونتقبل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع مهارة جديدة شكرا لعمل شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة موسيقى شكرا للمشاهدة